من غنوة يتيم من الجنوب اللبناني مرسلتنا هناك غنوة أهلا بيكي هذا المحور هذا الوضع البلدات اللبنانية في الجنوب كيف كان أتابعتيه خلال الساعات المنقضية؟ طبعا هناك عدد كبير اليوم من البلدات الجنوبية التي تم قصفها من خلال قصف مدفعي وكان أيضا هناك عدد من الغرات ثلاث غرات حتى الآن ولكن اللافت كان في خلال الساعة الماضية هو استهداف بعض الكرة الجنوبية الحدودية بالقضائف الفسفرية نحن نتحدث عن حولة وميس الجبل وغيرها من الكرة القريبة من مراكز إسرائيلية حزب الله قبل قليل كان قد أصدر آخر بياناتها التي وصل عددها اليوم إلى 11 بيان عن استهداف لمواقع إسرائيلية وجنود إسرائيليين وهذا هو العدد الأكبر منذ بدء هذه الاشتباكات البعض يرجح بأن استخدام الفسفور في قرية ميس الجبل هو من أجل إخفاء المشهد من أمام عناصر حزب الله خاصة وأن هذا الموقع اليوم تم استهدافه لمرتين مرة لقوة مؤللة ومرة لمجموعة من الجنود الإسرائيليين كما ذكرت كان هناك لأكثر من مرة أكثر من بيان تحدث في حزب الله عن استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين وتحدث عن إقاع إصابات بين صفوفهم وأيضا تحدث عن قصف مواقع ولكن اللافت كان أيضا موقع لمطلة الذي قصفه أو كان هناك هجوم عليه بمسيرتين على موقع لمطلة يوم طويل من الاشتباكات في الجنوب اللبناني يوم أمس كان قد وصل عدد البيانات إلى السبعة واعتبر بأنه عدد كبير من البيانات ولكن اليوم 11 بيان غنوة هناك مشكلة يعني ليس كل المشاهدين يعرفون البلدات اللبنانية أو البلدات المحتلة اللبنانية وبالتالي نتوه كثيرا في ذكر الأسماء يعني لما نتحدث عن رميم هذه ثكنة وقرية تونين هذه قرية لبنانية محتلة وأيضا بقية البلدات يعني لو لو توضح لنا هذه النقطة على الأقل الأسماء التي نذكرها كثيرا للمشاهد الكريم يعني فضالي غنو نعم نريد أن نذكر بأن القطاعات هي قد قسمت إلى ثلاث قطاعات شرقية غربية وقطاع أوسط لماذا قسمت هذه والقطاعات نحن نتحدث عن الكرة الحدودية الواقعة على الخط الفاصل الأزرق بين لبنان وإسرائيل من عمل على هذه التسمية أو على هذا التقسيم هي قوات اليونفل والقرار عندما أتت بالقرار سبعة عشر سفر واحد قسمت هذه القطاعات بحسب تواجد قوات اليونفل فيها بين غربي وشرقي وأوسط بعد الفين وستة طبعا يعني نحن اليوم تحدثنا يعني أكثر الكرة التي تم استهدافها هي طير حرفة اللابوني الجبين مركبة ميس الجبل رب ثلاثين حولة يارين علم الشعب ونحن هنا نتحدث عن كرة هي موجودة في أكثر من قطاع يعني مثلا نرميش حيث نقف نحن في القطاع الأوسط قرى لبنانية نعم بينما ميس الجبل هي في نعم نحدد غنوة لأن المشاهد يتوه يعني فكرة القرى اللبنانية التي يستهدفها هؤلاء نعم والبلدات التي يستهدفها حزب الله تجاه إسرائيل المشاهد غنوة يتوه في فكرة هل هذه البلدة اللبنانية محتلة وبالتالي يعني زي ما بنتكلم عن بلدة هوين يعني نذكر دائما هذا المسترح لأنه الإنسان يتوه في فكرة من في لبنان مستهدف من قبل إسرائيل ومن عند إسرائيل مستهدف من قبل إسرائيل البلدات ليست محتلة نحن عندما نتحد البلدات ليست محتلة البلدات الكرة التي نذكرها هي ليست محتلة المحتلة اليوم هي مزارع الشبعة وهي في القطاع الشرقي عندما يقصف حزب الله مزارع الشبعة ونتحدث عن رد يكون عادة الرد على كرة أخرى في مزارع الشبعة وعلى كرة في كفرشوبة يعني مثلا عندما نتحدث عن أسماء مثل النقورة لبوني كما ذكرت علم الشعب رامية عيت الشعب هذه كلها مارون الراس عيتارون بليدة ميس الجبل هذه كلها كرة ليست محتلة هي كرة جنوبية تقع على الحدود بينما لكل قرية حدودية هناك بمواجهتها مركز أو موقع إسرائيلي يتم استهدافه من قبل حزب الله مثلا ميس الجبل يواجهها المنارة المنارة حولة أيضا بالقرب منها رميم عندنا موقع النقورة هناك موقع رأس النقورة جلل على كل بلدة أمامها موقع لحزب الله لذلك تتكرر أسماء المواقع الإسرائيلية وأيضا أسماء القرى الجنوبية لأنه عادة هنا على هذه المنطقة تدور الاشتباكات بخلاف الأسبوع الماضي بدأنا نسمع كرة جديدة مناطق قريبة من النبطية تم استهداف على عمق أربعين كيلو متر هنا كنا قد بدأ الحديث عن تراجع عن قواعد الاشتباك ولكن خلال الأيام الماضية يبدو أن الاشتباكات عادت إلى المواقع أو إلى القواعد التي هي تحيط بالخط الأزرق كما كان في بداية هذه الاشتباكات شكرك غنوة أنك وضحت لنا هذه العلاقة وهذه البلدات شكرا جزيلا غنوة يتيم مرسلتنا في جنوب لبنان شكرا جزيلا لك وأشير إلى أن الإصابات ارتفعت إلى أربع جنود إسرائيليين على الحدود الشمالية يعني الحدود الشمالية الإسرائيلية مع جنوب لبنان وبالتالي إصابة أربع جنود إسرائيليين